اهلا بحضراتكم من جديد رغم قطعها لكن ايدراموا ما زالت تعبس بس الحقيقة مش ايدراموا لوحدها اللي ما زالت تعبس واحنا معاكوا على الهوى منذ بداية الحلقة المهندس عدلي او انا ما اشرناش باي حال من الاحوال لحاجة تلبست على المواقع وعلى بعض الصفحات الخاصة دلوقت على مسئولية عدل القيعي فتح ابواب ستادي تيتش يوم الاربع لجماهير الاهلي على مسئوليته تصريح بهذا الشكل لا بس الاول استانى ابراهيم احسن هياخدوا منك الجزء ده هيتصوروا تصريح لم يحدث ولم نناقش هذا الامر ولم يرد هذا الخبر يعني الاول نبدأ بالنفل هذا الخبر غير بريء والمقصود منه دفع الجماهير والنادي الاهلي مش مستعد لاستقبال لا يحدث مشكلة اذا ليست ايد رامو هي اللي بتاعبس ولكن هؤلاء الشياطين الذين يعبسونا في النادي الاهلي ما زالوا مرسنوا يمارسوا شيطانته يا جماعة اقعوا يا شباب تنزلخوا في هذا الفخ لا يمكن ان يكون صدر هذا في هذا البرنامج لم يرد اطلاقا مرة واثنين وثلاثة كل اللي كتب على الثاني او على الثاني او دوسي بقى للبرنامج ان في فتح الملعب يوم الاربع غير حقيقي خالص محدش روح